بدأت إيران منذ عام 2019 التخلي اتباعا عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة منه فأين وصلت اليوم؟ قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت زيادة تخصيبها لليرانيوم لدرجة نقاء تتجاوز 20% في محطة نطنز النووية وأوضحت الوكالة أن إيران أبلغتها الأسبوع الماضي بالتغييرات في أعداد أجهزة الطرد المركزي والآليات التي تخصب اليرانيوم في محطة نطنز الوكالة الدولية أشارت إلى أن النشاط الجديد لإيران لا يتضمن التخزين لكن من المرجح أن تساعد هذه الخطوة طهران على تعزيز معرفتها بعملية التخصين ولأنه لن يتم الاحتفاظ بالمنتج أو تخزينه لن يؤدي ذلك على الفور إلى تسريع إنتاج إيران ليرانيوم المخصب بدرجة تؤدي إلى إنتاج أسلحة دووية والذي يحتاج إلى درجة نقاء عند نحو 90% النشاط الإيراني المكثف دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيادة وتيرة وأيضا كثافة أنشطتها الرقبية في المحطة التجربية لتخصين الوقود والموجودة فوق الأرض ضمن منشأة نتانز أيضا لكن بالإجمال تعاني الوكالة الدولية تضييقا من السلطات الإيرانية على أعمال مفتشيها في أكثر من محطة وقال مدير الوكالة رافايا لغروسي إن الوضع لم يعد سليما إذن تصابق إيران الوقت قبل استئناف المحادثات النموية المتوقفة منذ يونيو الماضي وربما تسعى تهران إلى خلق واقع جديد يصعب التغاضي عنه ترجمة نانسي قنقر